السلام عليكم النهار ده حضر واحد من اشهر واقدم السندوتشات في العالم بيقولوا عنه سلوبي جوز او سلوبي جو ببساطة كده هو سندوتش لحمة مفرومة رهيب جدا واخد ماكس نكهات خضار مع كاتشوب يعني لو بتحابه السويتان ساور فهو حاجة كده قريبة منه شوية لكن باللحمة المفرومة السندوتش ده بيتحضر بطرق واضافات مختلفة لكل شيف يعني مش هتلاقوا ليه مرجع اساسي لكن هتشوفوا في الفيديو ده الطريقة اللي انا بحبها جدا واللي بحضروا بيها دايما خصوصا لو انا مستعجلة وحب اعمل غدا سريع كده في عشر دقايق اذا عجبكم الفيديو ده عملوا لي لايك ويلا بينا نبدأ مكونات الوصفة دي سهل نبدل او نضيف فيها او نستغنى فيها عن حاجات يعني مش مقيدين اوي انا هقولكو على السوابط وعلى الحاجات الاختيارية عندي هنا نص كيلو من اللحمة المفرومة استخدمه لحمة بقري ويفضل يكون فيه نسبة دسم نوعا ما احتاجت كمان حبة بصل وسط انا قطعتها وسط يعني ما تبقاش نعمة اوي وهنا على جنب كمان استخدمته فاصل من التوم لكن هفرومهم وانا بشتغل عندي هنا كمان نص كبات جزر ونص كبات فلفل اخضر حلو الفلفل بنقطعه مكعبات صغيرة والجزر بنبشره ناعم جدا علشان ما نحسش بيه وحنا بناكل اوي مش هضيف توابل كتير للساندويتش كل اللي هحتاجه بس معلقة صغيرة من الملح نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود ونص معلقة صغيرة من البابريكا دور البطل في الوصفة دي يا جماعة هيكون للكاتشوب هحتاج منه تلت كباية يعني كمية اكتر من الربع بمعلقة مثلا كمان اساسي معانا نص كبات مية الحاجات دي كلها سوابت معانا الاضافات الاختيارية هتكون الشاير سوس او الوشر شاير سوس او الورشستر سوس ايا ما كانت الطريقة اللي بتقولوها بيها انا بحب اختصر دايما واقول عليه شاير سوس او نضيف صوية سوس يعني لو ده متوفر او ده متوفر فيكون كويس هنضيف واحد منهم بس كمان اختياري معانا معلقة صغيرة من المستردة وبحب دايما اضيف لوصفات اللحوم طماطم مقشرة متقطعة مكعبات صغيرة انا الطماطم عندي كنت خلصانة فاستخدمت المعلب لكن طبعا الطازة بتكون افضل كمان هحتاج معلقة كبيرة من السكر البني الطازة بتاعتي سخنة انا بسخنها كويس جدا وبعدين بنزل باللحمة المفرومة انا هنا مضفتش اي مواد دهنية لان اللحمة عندي بطبيعة الحال فيها نسبة دسم بنقلب اللحمة كويس لحد ما لونها يتغير معانا مهمة قوي ان الطازة او الحالة اللي بنشتغل فيها تكون سخنة كفاية ده بيخلي اللحوم بالاخص اللحمة المفرومة يبقى طعمها حلو لانها لو خرجت المية بتاعتها طعمها هيختلف تماما بفضل كمان اشوح اللحم الاول بعدين اضيف البصل انا قلبت هنا دقيقة وصفات اللحوم بتحب قوي البصل الدهبي اللي هو الابيض هو بيبقى مسكر كده وبيخلي طعم الاكلة احلى شوية لكن طبعا لو عندنا بصل احمر بس في البيت فاكيد مش هيقول لا ضفت هنا بقى كمان الجزر المبشور والفلفل الاخضر بقلبهم دقيقتين ولما بحضر اي وصفة فيها اكتر من اضافة كده بحب بقلب كل مكون دقيقة لوحده بحس ان ده بيدي يعني تمازج في النكهات وكل مكون بياخد حقه كده في التقليب شوية يعني احسن منضيف كل حاجة وراء بعضها كده من غير ما نقلب ضفت هنا بقى فصين التوم التوم هيزوط لكو الطعم شوية بتاع اللحمة المفرومة وفي نفس الوقت مش هتحسوا بيه قوي هحط هنا بقى التوابل الملح الفلفل الاسود والبابريكا البابريكا كمان اختياري ممكن تستغنوا عنها قلبت كل حاجة مع بعضها وهنزل عليهم بمعلاقة كبيرة من السكر البني اذا حابين استغنوا عنه لو مش متوفر بس هو بيخلي طعم اللحمة هنا يجنن يعني بتحسوا فيها بطعم كرمل كده زودت كمان معلقة كبيرة من الشاير سوس وزي ما قلنا في البداية ممكن نستبدله بالصويو سوس وهنا كمان ضفت معلقة صغيرة من المسترده يعني معلقة صغيرة او كبيرة من كل حاجة مش بنحط كميات كبيرة قوي تضيع الطعم الحاجة الوحيدة اللي بنضيف منها كمية كبيرة هي الكاتشوب هي اساس الوصفة دي لنص كيلو اللحمة بنضيف تلت كوبية من الكاتشوب في الوصفات العالمية عموما بيضيفوا نص كوبية من الكاتشوب لنص كيلو اللحمة لكن انا ما بحبش تعمل سويتان سور يبقى قوي قوي بحب يكون معتدل شوية فاكتفيت بس بتلت كوبية قلبت كل حاجة مع بعضها دي اكده على النار وبعدين زودت هنا الطماطم الطماطم بنقشرها وبنقطعها مكعبات صغيرة ما تعملوش زي وتشتغلوا بالمعلب الطازة احسن بكتير اخر حاجة بضيفها نص كوبية الميا ياريت الميا كمان لما نضيفها تكون سخنة منبقاش شغلين على النار بحاجة حرتها عالية وفاجأة نضف لها حاجة بردة او بحارة الغرفة ده هيقل من تسويب تاعتها وهيغير من طعمها كمان بقلب وبغطي وبسيب الطاصة كده الدندل على النار هادية او ربع ساعة ولو حسيته كده ان الميا قلت شوية ممكن تزوده ربع كوبية او مع لقتين ميا اهم حاجة لخليط مايبقاش جاف يبقى جرسي كده ومليان سوس الريح بقى هنا تجنن وما تفكروش تدقوها طعمها حلو قوي ممكن تكلوها بالمعلقة كده وتخلصوها قبل ما تعملوا السندويتشات استخدموا عيش بيرجر او صامولي اللي هو الفينو السندويتش ده بقى لازم يبقى مليان كده لدرجة انكوا تحسوا النوع يعني بيوقع الحشوة كده من الجناب ومبعد للدنيا انا بشرت هنا كمان جبنة شادر او تقدروا تضيفوا شريح شادر رفيعة لو حابين هي دي بس مكونات السندويتش مش اكتر من لحمة مفرومة يعني جوسي كده وغرقانة بالسوس بتاعها وشوية جبنة شادر دخلوها المياكرويف او انا بحبك شوية ان انا اخد السندويتشات بتاعتي حطها تحت الشواية دقيقة الفرن بيبقى ساخن جدا وباب الفرن مفتوح يعني مش بداخل السندويتشات تنشف شوية لا انا بيدوب بس كده الجبنة بتدوب والسندويتش ياخد ارماشة بسيطة من فوق مش اكتر او المياكرويف اذا حابين الكاتشب مع مكس الخضار وشوية الاضافات البسيطة اللي عملناها عاملين ريحة وطعم مختلف يعني هدغير رأيوكو كده عن السندويتشات التقليدية او اللي متعودين عليها دايما سندويتش لحمة مفرومة لكن معمول بحب السندويتش ده امريكي معروف جدا بيحضرون من اكتر من مئة سنة قدمتوا معصوصات وعندي هنا شوية بطاطس مقليين هبهرهم كده وهضيفهم جنبه كيمية الخلطة هتعمل معاكم مش اقل من ساتة سندويتشات ويمكن اكتر انا كمان اخدت شوية من الخلطة دي ودفتها على مكارونا مسلوقة لو فيه ولاد صغيرين هيحبوها قوي حضروه غدا او عاشا وهتحبوه جدا وكده تكون وصفتنا النهاردة خلصت اتمنى من كل قلبي انها هتكون عجبتكم لو عجبكم الفيديو ده والسندويتش متنسوش تعملوا اللايك اشوفكم على خير